أربعة مشاريع شريف أرجع عندكم مرة تانية خبيرة التجميل واحدة من شكان شريعنا ميرات شريف من شرفانا ومنورانا والنهاردة معاها كمية الأسئلة اللي بتيجي في الحقيقة على فيديوهاتها نعم بنحطها على الفيسبوك رهيبة فهي قررت النهاردة نهاية تجاوب على أسئلتكو في النص الأول من الفقرة والنص التانية هتعمل ماسكات ليه علاقة بأسئلتكو صح صح أهلا أهلا كله تمام تمام منورانا ومشرفانا مرسيين انت طبعا هتقولي الأسئلة للناس أو هتجاوب على أسئلة الناس بس هيا برضو نقول للناس اللي عايزين يتواصلوا معاكي ممكن يبعتولك على الانستجرام أو على الفيسبوك اللي بينزلوا عندنا على الشاشة ايه بقى أول سؤال ايه 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 أول سؤال أول سؤال والقابل الأسئلة عايزة تقولي حاجة لا تمام اجاوب على الأسئلة عشان خاطر اوكي فيه أول سؤال واحدة بعضها جزء من وشي بيكون جاف في الشتاء وبيعمل قشرة منطقة الخدود وباقي الوش دهني وما بيحتاجش تبطيب كتير تنصحيني بإيه وإيه أحسن ماسك يتعامل يرطب المنطقة الجافة ويغزي البشرة ده بقى أكبر حاجة الناس بتقع فيها يعني مثلا ممكن إن واحدة تيجي تقولي إيه ده أنا جبت كريم مش عارفة وبنت خلتي قالتلي عليه وطلع مش عارفة وحش معي طب أنت عارف نوع بشرتك هي دي بقى البوينت أنا لازم أعرف أصلا أنا بشرتي إيه البشرة دي بشرة مختلطة النهاية يبقى المنطقة دي جافة عندها وهنا دهني دي بشرة مختلطة دي بقى أنا حنصح هتعمل إيه أولا الغسول هتجيب نوعين غسول نوع كريمي ونوع جل النوع الجل ده هتخسل دي وشها الصبح لأن إحنا لما بنقوم من النوم بيبقى دايما الجزء ده فيه دهون هخسل وشي بالغسول الجل ده الصبح ولازم أقفل مسامل بشرة بتونر بالليل هخسل وشي بغسول كريمي طبعا أرتب الصبح وأرتب بالليل مش معنى إن أنا وشي دهني إن أنا مرتبوش لأ طبعا إحنا عارفين إن البشرة المختلفة دي زيها زي الجفة بتعمل تجعيد بسرعة فهي دي نصيحة اللي أنا أديها لها إنها هتعمل كده أوكي السؤال التاني عايزين وصفة لتشكوكة القدمين آه في الشتاء طبعا ده بقى في الشتاء فاضيعة القدمين والركب والكوع هقول لها هاتي 100 جرام زيد الكاكاو عليهم 50 جرام زيد جوز هند طبعا زيد الكاكاو بتبقى صلبة فأنا أحطها في حمام مية دافية تسيح أحط عليها زيد جوز الهند برضو بيبقى صلبة في الشتاء هسخنوا بمية بحمام مية دافية أحط الاتنين على بعض وحطهم في علبة صغيرة أول ما يبردوا حتدوا يتجمدوا تاني هاخد بقى كل يوم بالليل من العلبة دي أحط على كعب رجلي ولبس شراب قبل النوم طب ممكن أزود حاجة آه ما عالش هتوافقيني وعليها قول بوسي في الشتاء الجو بيبقى برد وساعة وساعات في بعض البنات وسيدات بينزلوا مش لابسين ولا كلا ولا شراب وبيركبوا بمواصلات وبيمشوا في حتة كتيرة فمعرفش أنت هتتوافق على ده حتى لو منها تلبس شراب عارفها شرابات بتاعت الرياضة اللي هي القصيرة بس القطنة خينة خلاص حتى لو مش لقى على لبسها مش مشكلة تلبسوا وقبل ما توصل للشغل بتاعها لو حتركوا مواصلات أو كده تخش للحمام تقلع الشراب ده وتحطه في الشنطة بتاعتها وقبل ما تنزل من شغل تلبسوا مرة تانية ده حقيقي أنا وافق جدا أولا هيحمل الرجل والدوافر من وسخة طبعا ودوافرها مش هتتوسخ طبعا لو عاملة مانيكورة أو كده مش هتقشر وهتفضل محافظة على رجليها أنا كمان لو حطت كريم قبل منزل ومش لقى لبسها شراب أنا حلم كل التراب اللي بالشار بالضبط فأنتي موافقة على ده آه موافقة جدا السؤال الثالث إيه هو زيت الججوبة وبيتكون من إيه وفيه لي بدايل ولا لا زيت الججوبة ملوش بدايل هو زيت نبتة سمرت الججوبة دي بتبقى في صحراء المكسيك هو زيت شمعي مستو إيه بقى مستو إن هو أولا زيت خفيف جدا سواء للبشرة أو للشعر فهو ملوش بديل ده متوفر في كل حتة على فكرة في أي عند أي عطار آه عايزة واصفة لتقليل القشرة إحنا هنعملها دلوقتي بس ممكن أقول لها حاجة آه مع الشيطة برضو آه بيتضيب جدا وعلى فكرة ملهاش علاقة إن الشعر يبقى دهني في يامل قشرة لأ الشعر كمان الجيف بيامل قشرة بتقليل أكتر آه طبعا آه ممكن أنا أحط أجيب زيت روزماري أو زيت شجرة الشاي أحطه على الشامبو بتاعي خمستاشر نقطة على الشامبو بتاعي بجانب الوصفة اللي هنعملها برضو للقشرة دلوقتي آه شفايفي في الشتة بتتشقق جامد ممكن وصفة لها بص يا شيفة نعايز أقول لك إن أصلا التشقق اللي بيحصل في الجسم كله قلة شرب المية إحنا في الشتة ما بنشربش مية بثير ده سبب من الأسباب مع طبعا البرد والسوعية والمية السخنة والكلام ده كله في حاجة لازم أعملها سكرابينج أو تقشير لشفايفي صنفرقه آه أشيل الجلد الميت شوية سكر على نقطتين لمون على معلقة كاكاو معلقة بن أقشر ديهم شفايفي وحط زيت الكاكاو أنا كده شفايفي مش هتقشر وعايز أقول لك كمان إن إحنا لو عملنا ده أصلا ممكن ما نحتاجش لدي الكاكاو أوكي آه جسمي في الشتة بيكون جاف وفي الصيف بيكون دهني إيه اللي سكراب المناسب لي في الصيف والشتة طيب آه في الشتة إحنا قلنا طبعا إيه السبب ده السكراب أنا السنفارة آه هو آه تأشير الجسم يعني أنا لازم أعمل الأول حاجة قبل ما أعمل سكراب أعمل حاجة اسمها السابون المغربي اللي أنا اتكلمت عليه ستلاف مرة في ستلاف حلقة لازم أشير الجلد الميت عشان جسمي بقي تدي يستقلب لأي ترسيد فأنا هعمل أول سابون مغربي دي ستاب وان أو الخطوة الأولى الخطوة الثانية شوية بون على شوية زيت لوز على نقطتين لمون هعمل هقلبهم واعمل سكرابينج للجسم كله واسيبه على جسمي عشر دقايق زيت اللوز على فكرة مليان فيتمن اي فبيرطب جدا الجسم هشطف الكلام ده كله أنشف جسمي بقى كويس جدا وابتدي إن أنا أحط مرتبات زي زيت المانجا زيت الشية زيت اللوز زيت جوز الهند الشية باتر دي فضيعة فضيعة بس الأحلى منها أنا قلتلك قبل كده زيت المانجا أعاوز حل لإشرة الشعر إحنا قلناه وهنعمل حاجة لي دلوز هنعمل حاجة ليه وشي في حبوب وبتسيب أثر في حل لمشكلة دي أو طبعا في حل أولا برضو الوش الدهني ده ما ينفعوش غسول كريمي مطلقا لازم غسول جل ولازم تونر مية نعناع وصابونة فحم أخسل بيها وشي لإنه سابونة الفحم إيه سابونة الفحم سابونة الفحم الفحم بيعملوه سابون ده لونها أسود بقى أولا إيه لونها أسود آه سودة أربرة عارفة بتقلل بقى الإفراز الدهني للوش دي حلوة جدا وطبعية وما فيهاش أي كامل تلزول أي حاجة هنعمل برضو وصفة عشان خاطر الحبوب وكمان الأثار اللي بيسيبوا الحبوب البقى على البوني دي عايزة حاجة تقل الحواجب هنعمل حاجة دلوقتي للحواجب برضو بس اللي هنعمله للحواجب ما ينفعش حطه على رموشي أوكي دي حاجة آه ما ينفعش حط مثلا ديت الخروع على رموشي بيطلع حبوب أو اسمها دمامل أو خريج في العين ما ينفعش حط ديت خروع أبدا على العناية جسم يناشف فيه إشرة إيه الحل زي ما قلنا الإشرة لازم أشيل قوي الجلد الميت آه دي معظم الأسئلة اللي جات لنا طيب بما أن إحنا دلوقتي في عيزة الشتاء والناس بتستحمى بمية سخنة بتغلي مش عارف زي بيقدروا يعملوا كده في نفسهم أنا بعمل كده ما قدرش ما قدرش بس بس أنا عايزي أقولك حاجة هو ده خطر لك أزا حاجة أول حاجة إن الحمام ممكن يتملي بخار ويسبب اغتناق بحقيقة دي حاجة صعبة جدا تاني حاجة أنت هتنزلي حتاعي ما بنزلش بقى أنا بستحمى وانت أطلع لا أنا ما قدرش الحمام ده قرار قصو في الشتاء ما مش هستعمى ما ساعة ما دافية بس بطار عايش دخان ما قدرش عارف أحس كده إن أنا لأ مش عارف أخش يعني أخاول أدخل في الماء مش عارف حساعة ساعة لا مش هتبقى ساعة لأ على فكرة أحسن للجسم بكتير بص أنا جوزي بيتحمى بمية ساعة مش عارفة إزاي بيعمل كده بس هو متعود بقى من أيام ما كان في الكلين هو بيستحمى مية ساعة إيه دي حاجة صحية جدا أنا مقدرش عارفة هي أحسن حاجة للجلد أنا بستحمى بمية ساعة بس بستحمى بمية دافية مش سخنة هو طبعا أصلا مية السخنة قوي دي ببوض الشعر أصلا ببوض كل الدنيا طبعا إحنا كده خلاص لها الأسئلة تعيني نسمع جوزق من أغنية طب يلا وناخد فاصل يلا ونرجع بقى نعمل مسكوات للناس أوكي يلا بزيكة سلم علي سلم علي لما جبلني وسلم علي يا سلم يا سلم سلم علي بيت العروس على الدينة الورد قال لها يا زيناء بيت العروس على الدينة الورد قال لها يا زيناء لون الخدود غالي علينا يا وحبيبي سلم علي سلم علي لما جبلني وسلم علي يا سلم يا سلم يا سلم سلم علي يا سلام 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 اشتركوا في القناة الشامبو بتاعي على معلقتين من زيت الزتون على معلقتين سكر على معلقة لمون. اوكي. مش. ادي. اول حاجة معلقتين من الشامبو. اوكي. معلقتين شامبو. قولنا بقوا انت بتعمليه كده ده بيستخدم كل قد ايه? كل ما جي اخسل شعري. احنا عارفين ان احنا منغسفش شعلينا في مرة في الاسبوع. مرة? ايوة. ايوة. مش. وادي. معلقتين سكر. سكر. كبار برضو. اه محدش يستغرب خالص سكر ابدا. اه. ان هو بيعمل سنفرة او سكرابينج للآه. هي ننزل القشرة كلها. اه بالزبط. واللمون كمان. لمون. والزيتون ده بقى عشان البشرة الجفة. احنا قلنا البشرة الجفة. ده لمون. معلقة واحدة لمون. معلقة واحدة اه. ومعلقة وادي زيت زيتون. معلقتين دول تقريبا معلقتين. اوكي. ونقلب. ونقلب. ميش. بعدين حبل لشعري. كويس قوي. واخد باطراف صوابعي. اللي انا عملته ده. في الفروة. مش في شعري. في الفروة. ادع كويس جدا. اتيبه خمس دقايق. وبعدين اخسي شعري بالشامبو عادي جدا. تبارك جلستها اطفال كلها. اي حد. اوكي. اعديها لنا كده. اول حاجة معلقتين من الشامبو اللي بستعمله. معلقتين زيت زيتون. معلقتين سكر. معلقة من اللمون. اللمون بيلمع الشعري جدا على فكرة. قد انت مرة كنت عاملها حاجة بتلمع الشعر وانتش كنت عاملها. اه. كتت فضيعة مش وكتب ايها بس كتب رهيبة. عبا اقولها لكم مرة جايقة. اه. اه. ادي كده اول وصفة. مش. كده. الوصفة التانية بقى الحبوب واصار الحبوب واللي بيحصل من الحبوب. اه. ده كركم. اه. وده زبادي. اه. الزبادي مليان لاكتيك اسد. الاكتيك اسد ده بيعمل ايه? بيهدي للتهابات وفي نفس الوقت بيوحق لون البشرة وبيشير البقى على البني. الكركم مضاد للتهابات وحلو جدا للحبوب. هعمل بها ايه? ما حدش يقلق ان الكركم يعمل لون في. بسفر. اه ملقمع. انا بعد ما نخلص هنمسح وشرب ما يتورد. ولا هيحصل ايها. انا بنحطه زمان عالسان ايل. عالسان اه. اه. ايه. انا هاخد حالة. ايتي مش بيه جلد انت صغيرة. لا لا مش صغيرة او يا على فكرة. انا بنحط ميكروكروم. اه وكنا بنحط برضو دم غزال. اه. 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 حطينا ايه كوركم قدية? ربع معلقة. حاجة صغيرة جدا وزبداية كاملة. اوكي. اوكي. ده يتحط على وش قد ايه بقى? عشرين دقيقة. هعمل كده مرتين في الاسبوع. اه. وبعدين نخسله. وبعدين اخسله وامسح وشي لازم بمية ورد. طبعا لو بشهده هنية يريد مية نعنيعة. اوكي. هي مية الورد دي عبارة عن ايه? اه بص انا هقول لك عشان انا بعملها بصي بطريقة مختلفة شوية. انا بجيب الورد نفسه. واحطه في مية واسيبه في المية دي واخد ميته بعد كده. هي دي مية الورد بتاعتي. ورد يعني. صراحة هي اختراع ما ونعيش. قوي. ومية انها بقى خطيرة. انا بعد ما بخلص اه بستحمى وبتنشف. ام. بروح ام. بروحش على نفسي شوية مية ورد كده. بحيس برفلشمند كده. صراحة اوه. ام. طيب هنعمل بقى وصفة الحواجب. ام. دي بتعمل ايه بقى? بتاعي الحاجة جدا. بتاعي الحاجة. انا لو انتظمت عليها انا بعد ثمانية وعشرين يوم حواجبي دي كلها هتتقل. ودي تتعال كلها دي ايه? كل يوم. كل يوم. كل يوم. في العين. العين بقى هستبدل حاجة واحدة بس من انا بعمله دوت للعين. ده زيت خروع اسود. حتى بص لونه. اه. مش من زيت الخروع الطبيعي بتاعنا. اه. زيت خروع اسود ده اصلا بيستعملوه. اه من الناس اللي عندها الصلع الوراسي. هاخد منه ربع معلقة. اه. هزا قليلة جدا. وهاخد جل الصبار. يعني لو مش عندي كده اجيب صبارة من البلكونة. واخد الجل الصبار بتاعها. قد ايه? هاخد معلقة. ودي الناس اللي عندهم بياخدوا كيماوي وحاجبهم وقعوه. يعملوا الوصفة دي? بص يعملوها. لانها نقش بالقام. اه خالص. اه بس انا مش هقدر افتي وقول حاجة جيد نتيجة في قد ايه. بصراحة يعني. وده فيتامين اي. اه. ده مضاد للأكسادة. هاخد منه يعني نقطتين كده. اوكي. هو بيبقى تقيل كده. ما عنديش ده كابسولات اللي في الصيدلية. اوكي. ده كل يوم مع الحواجب. اه في النايتروتين بتاعي. اه وتتبقى عن نبيها? اه نبيها عادي جدا. عادي كده? اخدنا اه ربع معلقة من الخروع الاسود. واخدت معلقة من جل الصبار ونقط من الفيتامين اي. دي بقى هستعملها ازاي? هحطها في علبة مظيفة جدا. اكون معاقمة كويس جدا بالكحول عشان ما يبقاش البكتريا ببوز المنتج ده. والمسكرة القديمة بتاعتي هاختل فرشة بتاعتها واصرح بيها حواجبي كل يوم. عايزة عاملها لعنية. هستبدل زيت الخروع ده بان انا هحط جل بزرق كتان. اللي احنا كنا عملناه بالحلقة اللي بس كده. يبقى كده عملنا نهارده ثلاث ماسكات ماسك اللي علاقة بقشر الشعر وماسك اللي علاقة بالحبوب اللي بتزهر بعد حمل الشباب او النقط اللي بتحصل بقى. والتالت للاهتمام بالحواجب. بالزبط. باشكارك. شرفتين انا وارتين انا. مرسي ميرا شريف خبير التجميل على وجودها معنا النهارده. يرى بتكون تبسطتوا في حلقات يوم الاتنين. شوفكم ان شاء الله بكرة في نفس معادنا. شكرا لك وباي باي.